وربنا يكون معاك عشان الغلابة كنا طالبي بيت موشنين حصل بيت موشنين أنا حالتي الصحية أنا قادر أن يقف قدامك وأتكلم إنما أنا ما أشعر بنهضة ولوللحظة إلا في وجود أشربتك شكرا جزيلا أنه ده لما يعني يحصل يبقى يرضي كل الناس وأعادكم يعني بحاجة جميلة مع الأستاذ السامي الممثلين قادرين على اختيار الشخص المناسب في كل مكان يعني أفضل أني مقولش مش كده ندي تخبات سرية اقتراع سر عمر سعد حبيبي وسعيد جدا أنه نشغل مع بعض مرة تانية بعد فيلم أولانا ناجحوا باكتساح طبعا متجديد للسكة دكتور جايها أنتخب لأن النقابة فإحنا كمان لازم نكون موجودين معاهم أشربتك لأنه قادر مسيرة مسيرة لا يتخيلها أحد أنا حضرت النقابة من أيام زكريا السمانة اللي يرحمه وحضرت كل الحاجات إنما أنا ما أشعر بنهضة ولوللحظة إلا في وجود أشربتك شكرا جزيلا وربنا يكون معاك عشان الغلابة اللي في نقابة المعنة التمسيلية شكرا جزيلا الحقيقة مش مخلينا محتاجين حاجة كنا طالبي بيته والسنين حصل بيته والسنين طلبنا نادي حصل نادي كل طلباتنا مجابة الحمد لله أنا حالتي الصحية أنا قادر إن يعافوا قدامك وأكلم أنا شرفني إن أنا أجي أحضر الانتخابات وأبقى إيجابي وأتمنى كده تبقى تجربة كويسة لنا كلنا يعني أفضل إن ما أقولش مش كده انتخابات سرية كترع سرية لا يعني أفضل إن أنا يعني طبعا يعني المهم هو يعني يعني أكيد الممثلين قادرين على اختيار الشخص المناسب في كل مكان وأتمنى إنو ده لما يعني يحصل يبقى يرضي كل الناس أقول له دايما بيساعدنا ودايما ويا بجنبنا وأتمنى إن ده يفضل يستمر عم ساعد حبيبي وسعيد جدا نحن نشغل مع بعض مرة تانية بعد فيلم مولانا وأعيدكم يعني بحاجة جميلة مع الأستاذ أساسي سامي ومسلسل تلت الترية مع غدا عبد الرازق برضو هيبقى ضحفة الدكتور أشرف والكل الأعضاء المرصحين وجاية أنتخب لأن النقابة يعني الحمد لله يا أيمة بوجبها معانا على أكمل وجه فإحنا كمان لازم نكون موجودين معاهم في انتخاباتهم وفي حدث مهم زينا نجحوا باكتساح طبعا تجديد للسكة دكتوري اشتركوا في القناة